الناس كلها فكرة انه مطش واحد فقط اللي شغال دلوقتي احنا عندنا ثلاث مباراة مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا اللي كان معاده يتلعب دلوقتي في باريس اتأجل ربع ساعة ليه اتأجل ربع ساعة عشان كان فيه شغب بين الجمهورين وتأخر في الدخول فقرروا تأجيل المباراة ربع ساعة اللي حنتبعها معاكم أول بأول دي للمرة التالتة اللي بيشارك فيها نجمنا محمد صلاح مع ليفربول في نهائيات أبطال أوروبا لاعب كرة مصري عربي بيشارك تلات مرات اول مرة كانت 2018 انتوا فاكرين اللي اصيب فيها وقعد فيها وقت طويل علشان كده قال ان حانا وقت الانتقام فانتقدوا كتير دي حاجة شخصية رجل بيقول انا حرمت من هذه المباراة فرجع لها تاني ينتقم باللعب لكن زميله كلهم والمدارب بتاعه قالوا لا احنا مناش في الانتقام ده تعبير قالوا صلاح لكن الكرة مش انتقام الكرة فعلا خاسر وكاسب لاول مرة في تاريخنا طبعا لعب كرة مصري وعربي يلعب في نهائي دوري أوروبا دي تالت مرة يلعب فيها عشان كده احنا بنشجع ليفربول في ناس كتير النهاردة بتشجع ريال مدريد اللي بيحبه ريال مدريدت العمره بس انا ما اقدرش يبقى ابن مصر محمد صلاح بيلعب وما شجعش ليفربول نفسي يشيل هذا الكأس للمرة التانية بعد ما اخد الحذاء الذهبي للمرة التالتة كهداف الدوري الانجليزي زي ما اخد احسن أسست احسن صانع ألعاب شيء مبهج جدا 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 ان احنا نستمتع بنجم مصر محمد صلاح هو بيلعب النهاردة مع ليفربول اللي حنوليكه اول باول بالنتيجة اللي نتمنى ان تكون لحساب ليفربول